بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد وحييكم أحبتي بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدر في شرح مقدمة ابن الجزري هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زادن العلمية أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير ومع الدرس الخامس والعشرين وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله وَرَقِّقِ الرَّاءَ إِذَا مَا كُسِرَتْ كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ الرَّاءَ اختلف العلماء في أصلها هل أصلها التفخيم؟ هل أصلها الترقيق؟ هل لا أصل لها في تفخيم ولا ترقيق؟ فذهب الجمهور إلى أن أصل الراءي التفخيم وذهب جماعة إلى أن أصلها الترقيق وذهب آخرون إلى أنه لا أصل لها في تفخيم ولا ترقيق وإنما يعرض لها ذلك بحسب حركتها فإذا سكنت أخذت حكم مجاورها وتكون في هذا مثل الألف تكون مثل الألف وهنا في هذه الأبيات تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ترقيق الراء ولم يتكلم عن تفخيمها وكذلك أيضا لم يتعرض للراء الموقوف عليها وسنستوفي الكلام على أحوال الراء في آخر الحديث عن هذا المبحث إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت رقق الراء إذا ما كسرت لم يتكلم على التفخيم إما عملا بمفهوم المخالفة أي رقق الراء فيما سأذكره لك وفخيمها فيما عدا ذلك أو على اعتبار الأصل إحالة على الأصل يعني الأصل في الراء التفخيم كما ذكرنا الأصل في الراء التفخيم كما ذكرنا قال ورقق الرأى إذا ما كسرت أمر بترقيق الرأى المكسورة مطلقا قال ابنه في شرحه سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة أو تامة أو مبعضة أو ممالة أو أولا أو وسطا وطرفا وصلا منونة أو غير منونة سكن ما قبلها أو تحرك وقع بعدها حرف مستعلن أو مستفل في الاسم والفعل ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الرأى ترقق إذا كانت مكسورة ترقق في جميع أحوالها سواء كانت الكسرة أصلية كما في المجريمون ري قلنا الترقيق هو إنحافوا ذات الحرف إنحافوا ذات الحرف فنقول المجري المجريمون هنا الكسرة لازمة أو كانت الكسرة عارضة وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب مثلا الأصل وأنذر هذا فعل أمر مبني على السكون فحركنا الرأى لالتقاء الساكنين فصارت وأنذري فالحركة هذه عارضة طيب ترقق الرأى مع هذه الحركة العارضة؟ نعم سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة تامة كالأمثلة التي ذكرناها أو مبعضة مبعضة يعني إذا وقفنا على الرأى بالرأى والرأى هو الإتيان بجزء من الحركة إذا وقفنا على الرأى بالرأى رققناها أيضا لأن الحركة مبعضة هذا معنى أو مبعضة كما نقف مثلا على كلمة القدر مثلا إذا وقفنا بالرأى نقول القدر فنرقق الرأى سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة أو تامة أو مبعضة أو ممالة ممالة كما في مثلا في رواية حفص وقال اركبوا فيها بسم الله كيف نقرأ الكلمة التي بعدها ما جريها ما جريها ومن لازم الإمالة الترقيق فهنا قربنا فتحة الرأى من الكسرة فرققنا الرأى قلنا ما جريها ما جريها أو كانت ممالة أو كانت في أول الكلمة رزقا مثلا ري رزقا أو كانت في الوسط المجرمون أو كانت في الطرف وهي موصولة والفجر وليال عشر والفجر مرققة منونة أو غير منونة منونة وكل أمر منونة أو غير منونة مثل الأمثلة التي ذكرناها وكذلك أيضا سواء كانت الرأى في وقع بعدها حرف مستعل كما مثلا كل الله المشريق المشريق القاف حرف مستعلي حرف مفخم أو مستفل كالأمثلة التي ذكرناها سكن ما قبلها أو تحرك أو تحرك كالأمثلة التي ذكرناها أو سكن مثل الذكر مثلا الذكر مرققة في الاسم والفعل وأيضا سواء كانت مخففة كالأمثلة التي ذكرناها أو مشددة كما في مثل قوله سبحانه وقري عين لا نقول وقري وقري لا وقري عن إذن الرأى المكسورة ترقق في جميع أحوالها ومفهوم هذا أن الرأى إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم وهذا صحيح الرأى إذا كانت مكسورة مرققة وإذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم نقول مثلا ربنا رأى ربنا مفتوحة ورزقنا رو رو مضمومة تفخم قال ورقق الرأى إذا ما كسرت إذن هذه الحالة الأولى من حالات ترقيق الرأى إذا كانت مكسورة ثم قال بعد ذلك كذاك بعد الكسر حيث سكنت ما معنى هذا الكلام أي أن الرأى ترقق أيضا كذاك تشبيه لهذه الحالة بالحالة السابقة كذاك أي ترقق الرأى أيضا إذا سكنت بعد كسر إذا سكنت إذا سكنت بعد كسر كما مثلا نقرأ مثلا لكل جعلنا منكم شرعة شر لا نقول شر شر لا شر مثلا نقول ميريا فلا تك في ميرية مير ميرية مرققة نقول مثلا فرعون فرعون وثمود لا نقول فر فرعون هذا كل من الخطأ إذن الحالة الثانية من حالات الترقيق هي أن تكون الرأى ساكنة بعد كسر كالأمثلة التي ذكرناها ومفهوم هذا أيضا أن الرأى إذا سكنت بعد فتح أو ضم من تفخم وهذا صحيح نقول مثلا يرجعون ير قبلها مضموم إذن تفخم نقول مثلا يرجعون في بعض المواضع إذن تفخم كذاك بعد الكسر حيث سكنت إذن الرأو إذا سكنت بعد كسر حكمها الترقيق وهذا مشروط بشرطين ذكرهما في البيت الآتي قال إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا يعني الرأى الساكنة بعد كسر حكمها الترقيق إلا في حالتين ما هما أن تقعا قبل حرف استعلاء يعني حرف استعلاء وحروف الاستعلاء هي حروف خص ضغط قض السبعة لكن لم يقع من هذه السبعة بعد الرأى الساكنة المكسور ما قبلها إلا ثلاثة أحرف القاف والطاء والصاد في كلمتها في نفس الكلمة التي فيها الرأى وذلك في فرقة في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة لاحظ معي هنا الرأى ساكنة وقبلها مكسور لكن وقع بعدها حرف استعلاء وهو القاف فهنا الرأى تفخم لأنه قال إن لم تكن من قبل حرف استعلاء يعني الرأى المستحقة للترقيق الساكنة بعد كسر ترقق إن لم تقع قبل حرف استعلاء فإن وقعت قبل حرف استعلاء فخمت فالقاف في فرقة وأطاء في قرطاس في سورة الأنعام ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس لا نقول قر قرطاس لا قرطاس وأصاد في إرصادا في التوبة ومرصادا ولب المرصاد فالرأى تفخم في هذه الكلمات الرأى تفخم في هذه الكلمات وذلك لغلبة قوة حرف الاستعلاء على الكسرة التي قبل الرأى لأن حرف الاستعلاء قوي فهنا تفخم الرأى هذه الحالة الأولى الحالة الثانية قال أو كانت الكسرة ليست أصلا طيب قبل أن ننتقل إلى قوله أو كانت الكسرة ليست أصلا لو انفصل حرف الاستعلاء عن الرأى الساكنة بعد كسر ما الحكم؟ الحكم ترقيق الرأى ترقيق الرأى لانفصال حرف الاستعلاء وهذا وقع في قوله سبحانه ولا تصعر خدك للناس هنا الرأى ساكنة بعد كسر وبعد حرف الاستعلاء لكنه منفصل عنها وكذلك في قوله سبحانه أن أنذر قومك وفي قوله سبحانه فاصبر صبرا جميلا فهنا الرأى ترقق لانفصال حرف الاستعلاء عنها الحالة الثانية قال فيها أو كانت الكسرة ليست أصلا يعني الكسرة التي تسبك الرأى الساكنة إن كانت إن كانت غير أصلية فالرأى تفخم معها مثال ذلك لما نقرأ قوله تعالى ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود ارجع نفخم الرأى هنا لماذا؟ قبلها مكسور نقول هذه الكسرة عارضة لماذا؟ لأن همزة الوصل اجتلبت في حالة الابتداء لنتوصل بها أو من خلالها إلى النطق بالحرف الساكن بعدها وهو الرأى لأننا لو وصلنا هذه الكلمة بما قبلها نقول بهديتكم تفرحوا نرجع لاحظ تفرحوا نرجع لا توجد همزة أصلا فالكسرة التي في همزة الوصل في الابتداء في قوله ارجع كسرة عارضة وهذا معناه بقوله أو كانت الكسرة ليست أصلا فهنا الكسرة ليست أصلا ليست أصلية فهي عارضة أتت مع همزة الوصل في حالة الابتداء ولذلك نفخم الرأى معها نقول ارجع إليهم ارجعوا إلى أبيكم وهكذا ارجعوا إلى أبيكم ونستكمل الحديث عن ترقيق الرأي في الدرس القادم إن شاء الله أكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر